بحثاً عن خريطة طريق لمعالجة النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي يسعى وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة بآسيان خلال اجتماعهم في سنغافورة لتبديد المخاوف الأمنية في المنطقة واستدعوات للاستعداد للطرابات خارجية من بينها زيادة الحمائية تحديات أمنية واقتصادية يبدو أن آسيان تعمل جاهدة لحل حالتها بعد أن توصلت إلى اتفاق على مسودة نص لمدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي يسعدني أن أعلن عن حدث مهم آخر فيما يتعلق بعملية وضع مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي لقد قطع نشوطاً كبيراً ومهماً في هذا الشأن وسيكون هذا الاتفاق أساساً للمفاوضة المستقبلية اتفاق اعتبرته الصين أنه يؤسس لتفاهمات مستقبلية في المفاوضات الجوهرية مع قصومها الأسيويين بشأن المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي المنطقة الاستراتيجية التي يمر عبرها ثلث التجارة العالمية الإعلان عن انتفاق بشأن وضع قواعد السلوك مهم للغاية للصين ويعد تقدماً جوهرياً في مفاوضاتنا مع دول آسيان وطالما يمكننا منع التصعيد سوف يتم تسريع المفاوضات لم تفوت الصين الفرصة للحديث عن الحرب التجارية الدائرة بينها وبين الولايات المتحدة مؤكدة أن الضغط الأمريكي عليها لن يؤثر على محادثات التجارة نأمل أن يظل صانع السياسات التجارية في الولايات المتحدة هادئين وأن يستمعوا إلى صوت المستهلكين الأمريكيين ومطالب رجال الأعمال وفي الوقت نفسه عليهم أن ينتبهوا للمجتمع الدولي الذي يدافع عن العدالة تصريحات تأتي بعد أن لوحت واشنطن برفع الضريبة على الوليدات الصينية من 10% إلى 25% إجراءات أمريكية أبدت بكين استعدادها الكامل لمواجهتها برد قوي معربة عن التزامها بالحوار كأداة لحل النزاع التجاري بين البلدين ولم يغب الوضع في جبه الجزيرة الكورية عن النقاشات فعلى هامش القمة اجتمع وزير الخارجية الصين والروسي وشدد على ضرورة العمل على وضع آلية لإحلال السلام ونزع السلاح النووي من المنطقة كما شهدت القمة إبراما معاهدة حسنينية مع إيران بحضور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ذريف